بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا بكم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبة طلاب الصف الرابع الابتدائي فأهلا وسهلا بكم في درس جديد لمادة لغتي الجميلة ننظر معا طلابي وطالباتي إلى موضوع الدرس الوظيفة النحوية أنواع المعارف إذن في الحصة السابقة تعرفت أنا وأنتم على درس من دروس الوظيفة النحوية وكان ماذا؟ نحظوا مع الكلمات تأدبا إصغاءا احتراما ما رأيكم؟ أحسنتم ممتاز قلنا أنها ماذا؟ مفعول مطلق اسم يذكر بعد ماذا؟ بعد فعل ويأتي من ماذا؟ أحسنتم يأتي لتأكيده ويكون من لطبه وأيضا ما هي الحركة التي ستصاحب وتكون على آخر المفعول المطلق؟ أمتاز قلنا لدينا الفتحة فأيضا قمنا بحل تمارين عن المفعول المطلق أملأ الفراغ بفعل مناسب للمفعول المطلق أحسنتم كانت أفعالي هنا سهرة الأم على راحة أبنائها سهرا طويلا يحب المواطن وطنه حبا صادق قال المعلم قولا حكيم رسم الطالب اللوحة رسما جميلا أيضا تعرفنا على ماذا أو تعلمنا الإعراب وكانت لدينا كلمة جديدة تخص درسي اليوم فجملة كانت رتل القارئ القرآن ترتيلا فقلنا رتل فعل ماضي مبني على الفتح القارئ أحسنتم هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره القرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره ترتيلا أحسنتم ما خصت ماذا درسي سابقا وهي المفعول المطلق إذن مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره إذن بعدما قمنا بمراجعة عما أخذناه في المفعول المطلق نبدأ في أهداف درسي اليوم فنقول أن يميز الطالب الإسم المعرف من الإسم النكية أيضا أن يفرق الطالب بين أنواع المعرف إذن درسي اليوم بإذن الله سيكون ماذا أحسنتم ممتاز أنواع ماذا المعرف أولا المعرف بأل والعلم إذن هذا أول نوع بإذن الله سندرسه أنا وأنتم من أنواع ماذا نوع المعرف المعرف بأل والعلم أثبت تعلمي السابق إذن لدينا هذا إثبات وقوم تذكير ما تعلمناه سابقا ينقسم الإسم من حيث جنسه قسمين هما المذكر وماذا أيضا ينقسم الإسم من حيث عدده ثلاثة أقساب فما هي سريعا في دقيقة واحدة أقوم بماذا بحل هذه الأسئلة حتى أقوم بإثبات ما تعلمته سابقا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا أثبت تعلمي السابق ينقسم الاسم من حيث جنسه قسمين قلنا هما أحسنتم المذكر والمؤنث أيضا ينقسم الاسم من حيث عدده ثلاثة أقسام ما هي؟ هي المفرد، المثنى، والجمع ممتاز لاحظوا هنا معي أجيب حسب المطلوب بين القوسين استيقظ فواز صباح العيد نشيطا أضع نورة بدل فواز وأعيد كتابة الجملة أولا فواز مذكر أم مؤنث؟ أحسنتم لدينا مذكر إذن هنا سأقوم بتحويله إلى مؤنث إذن ستكون جملتي هنا ماذا؟ أحسنتم ممتاز استيقظت نورة صباح العيد نشيطا يهتم الأب بتربية أبنائه أيضا أضع الأم بدل الأب إذن هنا لدينا الأب مذكر الأم ستكون مؤنث إذن نقوم بتغيير ما يلزم فنقول سنتم تهتموا الأم بتربية أبنائها ما نوع الفاعل من حيث التذكير والتأنيث في الجمل المكتوبة؟ إذن ما نوعه هنا في الجمل الأساسية فواز الأب؟ أحسنتم كانت مذكر وما نوعها من حيث التأنيث والتذكير عندما قمت بتغيير أنا هنا نورة الأم ممتاز لدينا مؤنث أشير إلى كل صورة مما يأتي باسم إشارة مناسب لأميز المذكر من مؤنث إذن هنا لدينا تمييز بين المذكر والمؤنث باستخدام ماذا؟ اسم الإشارة هنا لدينا صورة من؟ أحسنتم لدينا صورة فتاة إذن مذكر أم مؤنث؟ أحسنتم لدينا مذكر فنقول هذا فتاة أحسنتم أين لدينا باب؟ هلنشير إلى هنا مذكر أم مؤنث؟ أحسنتم أيضا مذكر هذا باب؟ أيضا لدينا صورة نافذة لديها علامة من علامات التأنيل أحسنتم التاء المربوطة إذن هنا مؤنثة فنقول هذه نافذة لدينا صورة فتاة هل أشير إليها بالمذكر أم المؤنث؟ ممتاز بالمؤنث فنقول هذه فتاة إذن نقول أن المفرد من حيث ماذا؟ الاسم من حيث العدد مفرد إذن ما دل؟ أحسنتم ما دل على واحد أو واحدة المثنى ما دل على ماذا؟ اثنين أو اثنتين والجمع أحسنتم ممتاز ما دل على أكثر من اثنين أو ماذا؟ اثنتين أصنف الأسماء من حيث ماذا؟ عددها في الأسماء إذن مفرد مثنى مذكر إذن تعرفنا على أن المفرد ما دل على واحد المثنى ما دل على اثنين الجمع ما دل على ثلاثة وماذا؟ وأكثر نبدأ في تصنيف الكلمات أخلاق حسنتم جمع آداب جمع فضيلة مفرد نفس حسنتم دلت على واحد مفرد الشيخان حسنتم دل على اثنين مثنى مساجد هنا جمع ممتاز ورقة دل على واحد حسنتم مفرد الوالدان أحسنتم نقول أنها مثنى الأزهران أحسنتم أيضا مثنى دل على ماذا؟ دل على اثنين نقوم هنا بماذا؟ أبن تعلمي ماذا؟ الجديد إذن بعدما قمنا باسترجاع ماذا ما تعلمناه سابقا أن لا نبدأ في ماذا في تعلمنا الجديد أقرأ الكلمات الآتية لدينا دقيقة واحدة طلاب وطالبات لقراءة ماذا الكلمات ثم نقوم بتحليلها معا أنا وأنتم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إذن نبدأ معا في قراءة الكلمات مسائل طريقة علي الرشيد بغداد النخلة قصر نلاحظ أولا أن كلماتي أحسنتم لوينت بلونة فنقول الكلمات الملونة باللون الأحمر دلت على شيء غير مهين إذن ما هو الكلمات الملونة باللون الأحمر؟ مسائل طريقة وقصر إذن دلت على ماذا؟ أحسنتم دلت على شيء غير ماذا؟ معين نقول ماذا نسميها؟ أحسنتم ممتاز سنسمي ما لونت باللون الأحمر ماذا؟ نكرة أما الكلمات التي لونت باللون الأخضر علي الرشيد بغداد النخلة نقول ماذا؟ الكلمات الملونة باللون الأخضر دلت على شيء معين مثل ماذا؟ علي اسمه شخص بغداد أحسنتم مدينة النخلة نوع من أنواع ماذا؟ النباتات لذا سنسميها ماذا؟ أحسنتم سنسميها معرفة إذن الآن تعرفنا على نكرة وماذا؟ ومعرفة فالمعرفة ما دلت على شيء معين أما النكرة أحسنتم لم تقوم بماذا بالدل على شيء فنقول هنا لاحظوا معين نستنتج ينقسم الإسم من حيث التعريف والتنكير إلى ماذا؟ إلى نكرة ومعرفة النكرة اسم يدل على شيء غير معين مثل درس مدينة طاولة المعرفة اسم يدل على شيء معين مثل ماذا؟ السعودية عمر هند واتبو إذن نقول الإسم من حيث التعريف سنقسم إلى ماذا؟ نكرة وماذا ومعرفة أيضا هنا أقرأ الكلمات الآتية لدينا كلمات ملونة باللون الأحمر والأخضر البيان أبهى الاعتدال مصر الذوق دجلة الأسماء الملونة باللون الأحمر ماذا ألاحظ أن في أولها؟ أحسنتم في أولها ال البيان الاعتدال أحسنتم فنقول أنها ماذا؟ معرفة بماذا؟ أحسنتم إذن هنا ماذا؟ معرفة ومعرفة بماذا؟ بل لأنها أولها ال أما الأسماء الملونة باللون الأخضر؟ الأسماء الملونة باللون الأخضر دلت على اسم لشيء محدد لذا ستسمى ماذا؟ العلم إذن الأسماء الملونة باللون الأخضر أبهى مصر دلت على شيء ماذا؟ محدد إذن حددنا هنا المدينة فنقول أنها ستسمى أحسنتم العلم إذن تعرفنا على ماذا؟ من أنواع المعارف أحسنتم ممتاز تعرفنا على المعرف بأل وسيكون أوله أل ممتاز وتعرفنا على العلم وما هو؟ أحسنتم هو ماذا؟ ما دل على اسم لشيء محدد إذن أستنتج معا المعرفة أنواع منها المعرف بأل وهو الإسم الذي في أوله أل التعريف مثل المدرسة الحياة العلم وهو اسم سمي به إنسان أو حيوان أو مكان أو أي شيء آخر ليميزه عن باقي أفراد جنسه مثل محمد حائل زمزم إذن تعرفنا على المعرف بأل سيكون ما يقوم بدايته أل أما العلم أحسنتم اسم نطلق لإنسان أو حيوان أو نبات حتى يميزه عن أفراد ماذا جنسه مثل أن نقول ماذا هنا؟ أحسنتم إنسان محمد خالد أحسنتم إذن هذه ماذا أسماء لأشخاص حتى نقوم بتمييزهم عن باقي أيضا لدينا هنا ماذا؟ حائل إذن هنا مدينة وضعت ماذا للمدن أسماء حتى نقوم بتمييزها حائل جدا أحسنتم إذن حتى نقوم بتمييزها عن جنسها أفراد جنس إذن نبدأ أنا وأنتم في تطبيق ما تعلمناه الآن أعرف النكرات الآتية بأل ثم أدخل كل كلمة في جملة مفيدة إذن لدينا أسماء دلت على نكرة كيف ستكون معرفة؟ أحسنتم هنا طلب ماذا؟ أن نقوم بتعريفها بأل ثم نضع هذه الأسماء ماذا؟ في جمل مفيدة إذن لدينا دقيقة واحدة لحل ثم سأستعرض معكم الإجابات ترجمة نانسي قنقر إذن نبدأ أنا وأنتم في الحل إذن أعرف ماذا النكرات الآتية بأل النكرة لدينا عمل أعداد تعريفها بأل أحسنتم ممتاز العمل أضعها في جملة مفيدة أمتاز تنهض الأمم بالعلم والعمل هنا ألمانة سنقوم بتعريفها نقول الأمانة إذن هنا أمانة الأمانة نضعها في جملة مفيدة أمتاز نقول من صفات المسلم الأمانة تعاون إذن هنا نكره بعدما نقوم بتعريفها بأل حسنتم التعاون الجملة أمتاز قد نقول ماذا التعاون قوة إذن هنا كانت لدينا أسماء نكرة قمنا بتعريفها من خلال إضافة أحسنتم إضافة اللها أذكر علما لكل مما يأتي إذن الآن نذكر علما لكل مما يأتي سريعا في أقل من دقيقة أجيب ثم سأستعرض معكم الإجابات إذن نبدأ في ذكر علم لكل مما يأتي وقلنا العلم ما دل على شيء أحسنتم واذا اسم وضع لشيء محدد بئر في المسجد الحرام أحسنتم نقول زمزم دولة خليجية أحسنتم قد نقول السعودية شهر يصوم فيه الناس أي شهر؟ أحسنتم ممتاز نقول رمضان عاصمة المملكة العربية السعودية أحسنتم الرياض قبلة المسلمين ممتاز نقول الكعبة أول الخلفاء الراشدين أحسنتم أبو بكر الصديق رضي الله عني إذن هنا ذكرنا علم لكل ماذا من ما طلب منا وقلنا أن العلم أحسنتم اسم حدد وضع لشيء محيين ننتقل أخيرا طلابي إلى وطالباتي ماذا تعلمنا في درسنا اليوم؟ أحسنتم نقول أننا ميزنا بين الاسم ماذا بين اسم المعرفة والاسم النكراء أيضا قمنا بالتفرق بين أنواع المعارف فتعرفنا على المعرف بأل والعلم طلابي وطالباتي نقف أنا وأنتم عند هذه النقطة أشكركم جزيرة شكرا على حسن إنصاتكم لي وألتقيكم بإذن الله في حصة مقبلة وإلى اللقاء